اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة طبعا من ساحتين وهنا دايما من طول عليكم الساعة واحدة ونصف بشكل يومي ما عدا يوم الجمعة طبعا اليوم بنقوله الحمدلله على السلامة الله يسلم ما شاء الله رحت ورجعت لنا بوصفات رحت ورجعت بوصفات الحقيقة هم أنا شايفة إذاك فاضية بقيا أنا شو كنت أطلب منك عدو أغلط وأنتي بس كنت تطلب فكرين رهين عسوء الحرة يعني يا عنا لأمرح أمشي لك يا هاي المرة رأي لك سفرات خطي متى على شو اسمه على إيطاليا وعلى وعلى مش مهم خلص مش مشكلة خلاص 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 أستروني أستروني طبعا اليوم الشر الخميس أكيد اشتقتونا واشتقتونا لحلقاتنا واليوم أكيد وصفاتنا رح تكون إيطالية لأنه خميس يعني سافر ورجع وجاب لنا أشياء جديدة بمكونات يعني من بلادنا فاليوم مش رح تتغلبوا بالأفكار بس رح تشوفوا التطبيق المختلف لا وصفات مميزة جدا يعني بتحتاجوا تسافروا عشان تدقوها فشو رح تعمل لنا اليوم بدنا نعمل ثلاث وصفات بدنا نعمل أول وصفة اللي كانوا متابعيني على انستجرام عارفينها لأنه كنت أحكي عنها أنا كتير اشي اسمه كاتشا بيبة نوع نوع الماكرونا اللي ما فيها صوس أبدا والتي تتميز بطعمة زيت الزيتون وجبنة البوكورينو فاليوم رح نعمل الكاتشوب هنعمل كمان للفيجتيريين هنعمل البيت البيت أو البرمجانة البتنجان برضو رح تتميز كتير بجبنة البرمزان وطوميتو صوس وهنعمل سلطة الجرجير مع السبانخ مع الفراولة برضو بالبل سمك والأشياء يعني اليوم إتاليانو مية بالمية ماشي مية بالمية معناتو إحنا موجودين معكم مباشرة على الهو على صفحاتنا على الفيسبوك مثل ما عودناكم العمان تيفي كتشن وعمان تيفي أوفيشل بدي منكم تشروا الحلقات ترفعوها لعدد كبير من اللي بتابعونا وبنفس الوقت بتحتفظوا فيها على صفحاتكم رح نطلع بأول وصفة برميزان البتنجان رح تحتاجه لثلاث كيلو بتنجان ولأربع أكواب بندورة مؤشرين ولبصل المفرومة وملعة كبيرة من التوم المهروس ربع كوب من زيت الزيتون بالإضافة لكوب جملة البرميزان ونصف كوب ورق ريحان ملح في الأسود حسب الرغبة خميز خميز شكراً أيوه هيك مع أنه والله أنا أظن شاك كيف سمعك هالأيام هو الواحد بس يرجع من السفر طب أنا أسأل سؤال أسأل سؤال هم يجاوبوني هون خميز نشوف إذا أنا مشكلة تمعي أو لا طيب بنا نعمل بتنجان زي ما حكت بتنجانة برمجانة البتنجانة حكت برمجانة البتنجانة هذا غيرت غيرت الوصفة تمو رأس سريع ليش بدل بتنجان بتنجانة صح دلعتها دلعتها ما في مشكلة طيب خميزة أنا شايفتك قبلتهم دوائر أول إيش للبتنجان يعني هو الفكرة أنه لازم يكون مدور الفكرة مش مدور الفكرة عادي بتقطوها زي ما بتقوم بس هيك عشان نعرف نصفيتها جوة البيس أوكي تمام طيب أنا عندي هون البتنجان أنا قطعته صلصته عملته بالخمالة هاي زي ما انتم شايفين صلصته؟ يعني صلصت إحنا منسميه صلصته إحنا بشغلنا طيب بعدين حطت لهم زيت الكرم ورشة ملحة وفلف الأسود فقط وبعدين دخلتهم على الفرن شويتهم أوكي أوكي ما بنقليهم نشويهم تمام نحطه مع جنب لازم نعمل الصوص أول شيء صوص البندورة لهاي الوصفة اللي بحكينا بيتميز مع البصل والتوم والريحان يعني بتحستها منزلت بتنجان؟ أحسنتي قريبة بس فيها نسبة جبنة البرمزان كتير عالية عشان هيك اسمها برمجانة كمان أوكي والبرمجانة هو عشان هيك إحنا كمان نسميها إج بلانت برمجانة أو بتنجان برمجانة لأنه في جاج برمجانة كتير البرمجانة بيعتمد أنه يكون في تميت الصوص ويكون في جبنة برمجان حلو فعشان هيك إحنا نسميها بتنجانة زي ما حكت الأخت هنا لا حول ولا قوة إلا بالله بلشنا هلا طيب بلشنا فقرة المصطلحات هلأ شو بنا نعمل؟ بنا نبلش بالتميت الصوص زي ما حكت لكم الصوص تبع هاي الوصفة مش لازم يكون رخو يعني لازم يكون متماسك نسبة السوائل فيه كتير قليلة ما تكون كتير عالية عشان لما نعمل الطبقات تكون جامعة متماسكة يس إحنا عادة كنا نسوي فيها زمان هاي بالفنادق لما بنشتغلها بإنسرت أو بإنسرت اللي هو الحديد اللي بيكون تعالبوا فيها كنا بعد ما نخفزها بالفرن نحط عليها ورية زبدي على الوجه ونحط قل عشان تطلع كل السوائل اللي زيادة عشان ما نيجي نقطعها تطلع معنا كل إطعب قطعتها حلو يعني هي هيك الفكرة لازم تكون بس إحنا في البيوت أمي مش رح تعمل هيك خلص عملتها عملتها يعني ما بش رح تقعد تحط وزن وتطلع هذه الأشياء الزايدة وكل هذا الأمور تمام هذا زيت زيتون زيت زيتون حطنا أوكي نحط عليهم البصلات تمام ونقلبهم طبعا بس أرجع أفرجيكم محارم باقي هيها طلعوا يعني خميس بس أحب أفرجيكم أنه فعليا أنت يعني بتعتمد المحارم بشكل كتير كبير لسماكتها ولسهولتها بالاستخدام وصراحة بتمتص المي بشكل كتير كبير أنا سخصيا بستخدمها برضو في البيت لأنه أحجامها بتجنن أنه بالبيت نقدر نستفيد منها إنها تمتص الزيت اللي بنعمله بالأكل وكمان طبعا أنا اللي بحبه في منتجات باقي اللي أنا بطلت أوقف استخدامها زي ما خبرتكم هون دائما بحكي عن أي حدا عنده هيكي مثلا خميس جمعة صبايا جمعة أولاده صغار بيقدر يستخدم المفارش اللي عندهم بقدر يستخدم الكاسات حتى لصغيرة اللي أنت مرة كنت عم بتقولي تمارا شفت هدول الكبيات الكيك الصغار تبعت الضياف اللي ممكن نخط فيهم تبولة نعمل فيهم أشياء ذاتية ممكن نعمل فيهم من تشيز كيك ممكن نعمل فيهم كتير أشياء حلوة شفتم ولا أفرجيكم إياهم يلا فرجينا اسمعوا هدول 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 تتذكروا مرة عملنا تشيز كيك هايهم هوا اه احنا أيوا جبيهم جبيهم هلا الحلو فيهم حجمين بدي أحكي لك هاتيهم اسمعي تتذكر إحنا عملنا هنا ترمسو أنا عملت ترمسو سكبت هم هيك وعملت كمان مرة تشيز كيك ستروبري كمان سكبنا هم هيك يعني هدولة إحنا بدل ما نعمل أولب ونعمل أشياء ممكن تسكبوا به هدول تخلصوا من الأكل بالضبط حتى سماكتها ممتازة بتغطوها مثلا بورق النايلون كمان من عند باقي وبتحضزوا فيها بالتلاجة بتتميز برضو إنه بتحافظ على الأكل جوا يعني اليوم لأي ستبيت أنت مثلا عزيمي عيد ميلادنا أولادها عيد ميلاد أشياء أريح طبعا طبعا مليون بالمية بتحتي سحح أرجعوا أنا ولا ترجعهم إنت أرجعهم أنا ولا أخلاص أرجعهم أنا لا لا أرجعهم إنت جبتيهم وأرجعهم مرسي مرسي أقرب لك عالطريق ألا أدانا كيف كانوا عالطريق أدانا تجي بالفاصل لتساويهم طيب أنا حطت التوم على البصل عطرنا عطرنا بالتوم والبصل عطرنا نحط لهم الرحان الطازة شكرا بعد ما عطرنا ولا قبل عندي اليوم مع الساعة سبعة جبهة صبايا ما بدي أحكي لهم؟ أحكي لهم كنتم في برنامج طبخ أعسس ما بعرفهم نعلمهم مع بعض شوي طبعا هاي الوصفة بدها رحان كمية رحان تكون طيبة يعني لازم تكون واضحة كمية الرحان الموجودة ما بيظبطوا يكون ناشف؟ لا أكيد ما بيظبط لأنه الرحان هلا بيظبط شكرا ما بيظبط أنا بقول لكم شغلة إحنا على الهواء قدرين نعمل كل شيء بكل شيء موجود في البيت ما عنديش رحان طازة بدر أستخدم رحان ناشف ما عنديش نعنعة طازة أكيد بس الفكرة وين؟ بدها تختلل في طعمة يعني أنا باستخدم رحان طازة مش زي لما باستخدم رحان ناشف أو العكس يعني الكذبر نفس الموضوع دونس نفس الموضوع كل هاي الأشياء ريحة الريحان بدأت تظهر طبعا ولا توموا بسط مع أنه والله توموا البسط بجوع لي معهم رجاع هلأ هوني كمان وليد العباس بيقول أنا بخلي المهلبية بكاسات الكرتون الساخن وبدأ أخليها بالتلاج برمضان وأنا بدي أرجع أقول لك أنه الكبيات اللي أنتو عم بتشوفوهم البلاستيك بتقدروا تتعملوا فيهم حتى كيك يعني هم كيكك بتقدروا تعملوا فيهم كل إشي باستري حلويات باردة كل إشي بتقدروا تعملوا فيهم كل إشي بتقدروا تعملوا فيهم وراء عنب تقدروا تعملوا فيهم مش تعملوا فيهم وراء عنب لا تحطوا فيهم هلأ على فكرة أقول لك شغلي على هذا الموضوع بما أنه نفتحوا نقول لها تمارة مع بعض شكراً كلياتنا أنتو بتعرفوا أنه التوجه الجديد على البوفيهات بالفنادق لا الهيجين ولا الفوت سيفتي ولا كل هالأشياء أنه يبطل الواحد يمسك المعلقات أو السيرفيس جير تبعت الأكل كل واحد ورا واحد وهيك صاروا إيش يعملوا؟ إنديفجول هذا إسمه إنديفجول لأنه أنا سكبته إنديفجول تلاقوا تلاقوا التبولي مسكوبة بنفس هاي الكسات تلاقوا السلطات مسكوبة بنفس هاي السلطات تروحوا نديد الزير تلاقوا ترمسوا تشيز كيك مش عارب إيش مهلبية رز بحليب كل حدا موس أي أشياء بتلاقوها يعني مش من هلأ على فكرة هذا الترند صار من فترة بسيطة وجاعية يعني قبل كورونا حتى مش بعد كورونا صارت القتيل اللي بده يحس حاله إن هو والله عم بقدم أشياء جديدة تروحي تلاقي مثلا حاطت مثلا زي هاي هيك حاط فيها مثلا ترمسوا وعمل إنديفجول لحالهم عشان كمان الواحد يأخذها كل واحد يأخذ كاس وظلوا رايح بالضبط اللي بيأخذها بيستخدمها لحاله بعد شوي وأول ناس بدوا بهذه الطريقة اللي إحنا بنحكي هلأ عنها هم جماعة البيستري جماعة الحلويات هم اللي بدوا بهذا الموضوع وبعدين صار القسم البارد هو يسوي السلطات فيه ويسكبوا فيه ويطلعوا فيه فهلأ مستحيل تدخلوا أي أوتيل بعمان ما تلاقوهم سكبين سلطات بنفس الكسات هاي مستحيل ما تلاقوا البيستري سكبين وعملين فيهم موس وعملين فيهم أشياء تانية فهذه فكرة كتير عظيمة وكمان لما واحد بيكون في عنده عيد ميلاد وكذا وهيكا وفي مغرن أولادي كتير ومش عارك بيش ليش تعد غلبوا حالكم وداما بقولكم عن طريق جلي 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 رمضان لحال وصة أفكرة أمي هزا رح ترسيني على كرتوني لرمضان من هلأ ما إلك إلا باقي جماعة باقي يلا جاهزوا لي حالكم طيب هون خيرية بتقولك كيف النفسية إن شاء الله ما شاء الله أنا شايفته برباقند باسم الله اسم الله اسم الله ما بلى عريقه خيني طلع بالفاصل أشربكم بايت مي وبرشح لكم طيب إرجعنا لكم أكيد لكل يلي ينضموا لإلنا هلأ اليوم وصفاتنا زي ما حكينا كل آياتها إيطالية ولكن بمكونات أردنية أو عربية زي ما بقولوا وكلها موجودة عندنا يعني بتروحها على سوق الخضار بتجيبوا كل شي يعني ما بتحتاروا أو بتتغلبوا وإحنا هون بالبلد الحقيقة يعني بندورتنا منيحة يعني معروف إنه بندورت الأردن كتير كويسة نعمل فيها كتير صصات إحنا اليوم نستخدمين طبعا بندورة مؤشرة معلبي بس عشان سرعة الوقت وكذا لأنه عارفين بندورة الفرش بتاخد وقت أكتر فاللي أنا بدي أحكيه إنه إحنا طبخنا البصل مع التون بزيت الزيتون بعدين نحطنا الريحان نزلنا عليهم البندورة المؤشرة وهلأ بدنا نحط الملح والفلف الأسود طيب بس بدي أقول لنا ناهدة عم بتتابعنا من القدس أهلا وسهلا فيك حبيبة قلبي أهلا وسهلا طبعا وعم بسألوك هون شيف شو أكتر أكل حبيتها بإيطاليا شوفوا اللي كان يحضرني على الستوريات كان يشوفوا أشياء بس في أشياء كتير ما شفتوهاش يعني كنت أكل كنت أكل بطريقة مش عشان أكل كنت أكل عشان أجرب لأنه أنا مطبخ الإيطالي هو المطبخ اللي سقلني وخلاني أصير شوف بصراحة يعني هو مطبخ المفضل اللي أشتغله أكلت كتير أشياء أكلت يعني مع كارونات أكلت بطريقة هبلة حتى إني كنت أكل يعني فيه أشياء نزلت على الستوري صدقوني كنت أكل منها الشوكي اللي كنت أصور لكم يا لأنه مش قادر أكل البيتزا عندهم كمان يعني هلأ المنطقة اللي أنا فيها وروما تتميز كتير كمان بالباستا وبالبيتزا يعني مناطق إيطاليا جماعة مش كل إيطاليا بيشتغلوا بالباستا مش كل إيطاليا أكيد موجودين ولكن كل منطقة منطقة بتفرق أنا صراحة لما طلعت على ميلانو يعني ميلانو كانت ما بعرف إش عندها ما يمكن أنت أدر مني بس كمية البيتزا وين ما بتلفوا هلأ كل إيطاليا موجودة بس كانت أوفر يعني أشكال البيتزا عندهم مع أنه يعني بتلاقي الخضار زي ما هي مدلوئة عليها يعني بتبطل تميز بالأنواع بس كانت العجين العجينة هلأ العجين عندهم هاي هاي القصة تانية يعني العجين عندهم طريقة التخمير طبعات العجينة شو الخمير اللي استخدموها كل هذا الإشي مختلف الباستات كيف تشتغلوها كلها فرش يعني تفوتي على محال بتلاقي ماكنات الباستا محطوطة اللي بتأخذي مثلا سباكيتتي بتكليها فرش يعني كل هاي الأشياء موجودة عندهم فرش لأنه عندهم يعني تخيلوا تجوا إلى الأردن تكلوا من سفسكم تكلوا مزبوط طبعا فبتروحوا عندهم تدخلوا أشياء مزبوطة كان أنا عندي التحدي لكتير كبير إنه كل شي أنا بعرفه في المطبخ الإيطالي كنت أجربوا عندهم عشان أشوف قديش أنا بعطي حالي إنه قديش في عندي تعديل بس صدقوني ليت كتير أشياء لازم نعدلها يعني أنا بالنسبة إلي على الصعيد الشخصي في عندي شيئ كتير لازم أسويها مش إنها غلط ولكن عشان يزبط التست أكتر بس خلينا نقول ونعترف إنه يعني الأجبان عندهم تستها مش عادي يعني أنا ما كنت أروح أدوء لما أكون بمكان كنت أشتري عشان أكله عشان أستمتع لأنه جبني عندهم مثلا نحكي برمزان نحكي بوكرين وتشيز نحكي هالأشياء التست عندهم خرافي نحكي نحكي البلسمك البلسمك ما بنعمل صناعي يلا أسريع مصنع سوي البلسمك يعني بتخمر وبنعمله وبقعد في أشياء بتلاتين سنة بتقعد محطوطة جو ولاد عشان تشتخديها بالآخر زيت الزتون لحاله كمان قصة الخبز اللي بيقدموه جنب الأكل يعني هاي الحاكي كله مش لأنهم هم مشاطرين لأنه هادي هم ثقافتهم يعني هلأ بتيجي معي عند أمي لنتغدى مثلا عاملة منخية مثلا إلا تلاقي الزتون جنبها حاطة مخللات مش عارف شو لأنه إيش لأنه ثقافي نفس الإشي عندهم تروحوا تطلبوا أكل إلا تلاقوا فيه أشياء ماشية مع الباستا لازم حط لي في الخبز القارلك بريد الأشياء لما كان يجيب لي القارلك بريد هو أرجع أطلبه أقول له دفعني حقه لأنه كتير زاكي بدي أرجع أخذ ليش لأنه الخبز اللي عندهم صور دو يعني يعني مش خبز عادية لكتير زاكي كرنشي عجلتهم مختلفة مختلفة مليون بالمئة طريقة تخميرها وعجنها بت تكون مميزة فخليني أقول عشان ما نظلمهم أكلهم يعني مية بالمية زاكي طب الصوص شو صار فيه الصوص عندي هنا عم بغلي بس قلت لكم أنا بدي أنزل منصوبه شوي يعني ما بدي يكون كتير لكويد وبيدي أضربه ضرب صغير بالهند بالهند ميكسر طيب أنا بدي أستغل الفرصة وأحكي عن مطابخنا مطابخ عبدين طبعا زي ما انتوا شايفين مطابخنا هون المطبخ الموجود لدينا بالستوديو طبعا مميز جدا بلونه وهذا الشي اللي أنا كتبت لكن لازم أحكي لكم عنه بأنه فعليا المطابخ عبدين عندها أنواع مختلفة من الخشب يعني عم نحكي اليوم عن اللامينيت وهذا الشي اللي بيرضى كتير من الأزواء يعني ممكن أنتوا تروحوا وتختاروا اللون اللي بدكم إياه بالإضافة يا الله لا 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 الحظة لاحظة شف؟ هيك أتفش هدفش بسيطة لأنه هايدروليك لو سمحت بسكر لحاله حصية مميزة هادية من فضلك شف؟ تفرجي أيوة بهدوء تركه؟ خلص لحاله رجع شفتو؟ بيتك بيتك سكر بكل بساطة تخيلوا قديش هذا الاشي كتير مميز لست البيت لانه اليوم ست البيت شو بصير معاها ممكن تفتح الجرور وتروح اذا كان انت ولد صغير في البيت او بنت صغيرة ممكن يخبط راسه اشي هذا اللي كنا نواجه فيه مشاكل زي ما نسألوني انا طبعا بس هلأ بهاي الخاصية مجد انها هي بتحركه بشكل بسيط فهو بسكر لحاله بالهايدروليك بالاضافة لانواع كتير مختلفة من الخشب عم نحكي عن البي في سي اللي انا كتير بحبه وسهل كتير بالتنظيف وكمان عم نحكي عن البلوط عن الجود عن الخشب الطبيعي المميز بتقدر تزوروا معارضهم متل ما دائما منقولكم بشارع مكة في عمان وبشارع الحصن بإربد وما تنسوا تعملوا لايك لصفحاتهم على السوشال ميديا على الفيسبوك وعلى الانستغرام وتشوفوا كل اشي جديد عندهم مرسي بادر استخدم الجرور بما انه بنحكي عن الجوارير يا الله اللي بالنص ايش بدك منهم خير المورة وسطها ايش بدك منهم خلص خد راحتك دانا مشتركة اشي الا بجواريري دانا انا حبيت الفكرة انو حطينهم هون يعني انا ما بعرف شو بدي احكي لكم في اشي عم بدور عليه يلا اقول مبشرة لا بدي كفكير بدي كفكير كفكير هناك خلص راح اخد هاي انا بدي ارجع اذكر يلي متابعونا يعملو لنا الشير عشان تقدروا تحتفظوا بالحلقة عندكم بصفحاتكم طيب بعد ما حكيتنا عن مطبخنا الرأى وحكيتنا عن كل اشي تمارا بنا نجيه لها الشكر الجزيل مرسي نرجع احكي لكم عن هاي الوصفة يلا هاي الوصفة عندي هون الصوس بلش بلش يجمد زي ما انا بدي او تبلش نسبة السواعيل فيه تخف شكرا انك شي يكون دابوا ما انا عارف انهم دابوا هم لازم يدوبوا لا هم هيك اي نوع ورقيات حطوه جنب النار ايش بيصير فيه بدوب بدبل احسنتي هذا هو المصطلح الاصح بقولكم فيه فقرة مصطلحات وفقرة اسئلة واجوبة في البرنامج شكرا 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 يا انا بداي جبيلكم هاي البفولا تشيز وعرفكم عليها باطعوها هي ناس بسموها مزرية لها هي يعني قريبة كتير لهي الاشياء باس مقطع هذه جبنة بزكون مقطع وبيحطوها جو هاي الوصفة احنا اليوم ايش تاني ما بدي احكي عشان ما باينيش انها عم بتفز لك فخليني افرجيكم مرة تاني واشنحلكم عنها اكتر انا عندي هون هلا البندورة جهزات او صوص البندورة جهز طبعاً اللي بدأ أقولكم هي أنواع البندورة كمان بتختلف كتير يا جماعة يعني بندورة أصدق إيش مثلاً خضرة معلبة يعني هاي البندورة اللي نشتغل فيها هاي اسمها رومانو بندورة قلت لكم عنها اللي بستخدموها بإيطاليا شفتهم أنا شفت عشر أنواع بندورة عندهم بندورة بستخدموها لصصات اللي هي الرومانو البندورة البلاحية هاي اللي بيكون شكلها مطاول طب ومن عندنا مشو نجيب؟ موجودة عندنا فكرة إذا ما لقيتها مثلاً بالخضار البندورة العادية بستوي نجيبها شفت آآآ طبعاً بس الفكرة أين أنا أنتوا سألتوني شو الفارق عندهم بندورة بسخدموها لصرطة بندورتنا أو البندورة اللي صغير في عندهم أنواع بندورة فيه ليالو ليالو توميتو في عندهم الجرين في عندهم كتير أشياء كان صراحة حلو هلا بعد ما حطينا البندورة بأول طبقة بنبلش نحط البتنجان بهذا الشكل هالوصفة قريبة كتير يا جماعة لا إلا زانيا إذا نحكي طريقة تطبيقها بتلاقوها طبقات فوق بعض كل هاي الأشياء بتداروا تحكو عنها لزانيا في ناس إحنا عنا إشي اسمه منزلة أو مسقعة مسقعة بتنجان أو منزلة تعرفين منزلة؟ نفس الإشي بخطوا حمص وأشياء لا من دون حمص نحط فيها لحمة هنا بس إحنا ماما بتعملها بحمص أوكي هلأ بنحط رشي من جبنة البرمزان يا سلام أو البرمجان عززها عززها هاي عززتها في كمان صحي انت حتماتي إليه بعدها نرجع بنعمل كمان بدوق منه يعني اللي تحاد عشان عدا بخطط كيف بدي أدوق من هاي أنا بخطط كيف كنت أهرب منك الفراولة كباية الصلطة خربشت مش أنا هاي دانا اللي بتأكل فراولة دانا هي ما شافت إنه في فراولة يا جب طبعا دانا بس لازم أقولكم شغلة هي بتكون قاعدة وبتتابع بالحلقة بالجاليري فجأة بتسمع اسمها بس ايكي يعني رفتو تحصلها اسمعي دانا والله اسمعي دانا مش قادرة شو بدي أحكي زيزتين إنت معرفت آخر خبر؟ إنه راح عليهك خميس لازم أحكي لك هذا القصة أرجوك يحكي للقصة هاي الهديك اليوم كنت أنا ويارا يوم التنين فجأة بسجيني تعليق التمارة لازم يعني نوجه تحية كتير كبيرة للشف يارا ولدانا اللي رايئين اسمع وقفت لمرحلة كانوا هديين يعني بالهلاب شردقت لا 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 إنه جنرال من صفاتهم الهدوء والرواءان تلوها يارا ودانا هلا يارا أنا ما يعني على الهوى بعد رشق بدكون هاية مش على الهوى بس أنا بتحيق لي كمان إنه بتكون لا أنا بحكي يارا هادية أنا بتحيق لي على الهوى يارا بتكون هادية أو لا بينك بونك يارا بتعرف لعبة البينك بونك؟ لا بتسأل رامي عن يارا يا را راح احكي لك رامي شو حكي بس حبيبك قلبي طبعا انا موجه لها تحية موجه لها تحية طبعا لا شف يا را هلأ عم بسألك وليد بقولك جربت جبنة البوراتا والفونتينينا يا يا وليد والفونتينينا يا وليد خف شوي عشان فينا يعني البراتا وفي هاي اشي تاني اسمها الفونتيني الفونيتيتنا وليد مضلش اشي ما جربته هناك بس انا ما يعني مش حابب عشان يروحي تارجع ابين انه انا هاد الشخص اللي تفلسف بس انا مجربة هون بالاردن لان اشتغلت فيها هون البراتا واشتغلت فيها الاشياء كلها بالاردن هون بس هلأ شوفوا علكم شغلة الشف عم بيعطيكم احسن النتائج بالوصفة بنفس الوقت باسعار ما تكون مكلفة صحيح فهذا الاشي بنحطه بعين الاعتبار فاطمة كمان عبدالهادي يعطيكم بألف عافية شكرا للكم تيرب لك هاي البنات شكرا 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 قصديم وبتنجانة خطايا خطايا تخدينا موعد نطق نطق صارعين دي مشكلة بين البخ وبين البخ انا لي ما بسكك اسم الله برجع بدق على الخشب ما شاء الله ما تقنعين اليوم الحلقة كانت في رعاية خميس ما تقوليلي ليش انا شو حكيت انت تساليني انا بجاوبك شو ما حكيت انت كنت ترجع لورا وتتحدث هاي ماشا دوضحك كم طبقة صار عشرة عاملين كل بس يخلص البتنجان المهم هلا احنا رشينا اخر هيك برمزان من نرجع نحط كمان طبقة البتنجان على الوجه اها اخر طبقة ايش اخر طبقة رح تكون جبنة اكيد خلص تمام معنات رح نطلع معكم بالفاصل بعد الفاصل بدي اشوف هديك التنجرة شو بغلي فيها قاعد يلا موسيقى 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 بدي منكم تشيروا الحلقة عشان تقدروا تتابعوها باي لحظة بتكم اياه شيف يا شيف شيف يا شيف شو رح تعمل لنا هلا بدي اذكركم شو عملت و بدي اعمل وصفة السلطة معلش دانا انا كن طالب منها وصفة الماكرونة تكون بعد السلطة مصعب يا مصعب بدنا السلاد بدنا السلطة بس ليش عشان ما نأخركم و نعمل اشي و نبدأ فيه و كذا فخلي الماكرونة تنسى لقلا رحيت هلا بس بدي احط لها بس زيت الكرم و نرجع و نسويها في الاخر و ناخد وصفة السلطة طبعا زيت الكرم زي ما انتو بتعرفوه دائما بتلاقو بكل المؤسسات الاستهلاكية والعسكرية والسوبر ماركت والبقالات باكتر من حجم احنا من ايام شهر رمضان المبارك و احنا منقولكم انه منتجات كرم زمزم توفيرية زاكية بتشهي موجودة في كل مكان حتى الاحجام اللي انتو دائما بتشوفوها سواء بالزيت سواء بالرز بكل اشي المعلبات اللي بوصفوها الشفات معانا بتكون دائما زاكية وسهلة انكم تحطفزوا فيها و بالنفس وقت اسعارها مميزة مية بالمية فما بعرف شو رح تستخدم هلا للسلطة ديلا نطلع بس بالسلطة سلطة السبانخ والجرجير مع الفراولة رح تحتاجوا لكيلو سبانخ و 3 ضمم من الجرجير قلبة فراولة بالاضافة لكوب بندورة كرزية نصف كوب من الجوز ربع كوب جمنة الفيتا بالاضافة لربع كوب زيت زيتون ربع كوب خل البلسمك و حبة ليمون موسيقى طيب رجعنا اكيد معناته الوصف اليوم حتى الجرجير والسبانخ اللي بلاك تستخدمهم يعني هم في المطبخ الايطالي رقم واحد نعم صحيح طيب انا خبيت الفراولة لدرجة ان انا نسيت وينها الفراولة وينها لا تكون بالتلاجة لا يا هون لقيتها الله وكلكم هون مقسم نصتين طيب اليوم رح نعمل سلطة طعماتها جدا مع بعض طيبة ودائما بقولكم اذا لمنا نعمل سلطة يكون فيها سبانخ لازم نستخدم السبانخ اللي بكون ورقته كتير صغيرة احنا نسمي بيب سبانتش او حبة صغيرة طلعوا كيف الورقة كتير نعمة خرجت التعكل سلطة هايها بوريب تخدها هاي هون طلعوا كيف نعمل ورقة صغيرة مرتبة كذا فمش الورقة اللي كتير كبير ايدي علقت مش مش مشكلة طلعوا الورقة جايبها صغيرة فما منجيب الورقة اللي بيكون خشن كتير والكبير وليس السلطة كيف انتو سبانخ؟ انا بحب السبانخ بس احكيلك شغلة يعني انا لما جبت اول ولد يعني بتعرف الام دائما بتصير لازم تطبخ له وتعمله اشياء ففا ففا فعلا انا امنت بهذاك الوقت انه الواحد لما بيطبخ الاشي بيصير يستحلي وياكله هذا اللي صار فيي من لما جبت محمد صرت اكل سبانخ مثلا ما كت اكل البامية صرت اكلها صرت اشياء كتير اكلها بسبب اني صرت اطبخها لابني واتحكم بالعيار اكتشفت انه فعلا زي ما دايما بتقول انت خميس انه العين كمان الها دور وانت لما تتحكم بالاشي بيكون مختلفة بتصير تعرف مثلا انا بحب البتوم اكتر من كذا احطت الكذا مع الكذا فصرت اكل كتير اشياء منهم السبانخ صرت احبها حتى يخنى الآن السبانخ مع حمص لما تكون معمولة بلحمة مش عادية انا بنو علي كتير بحبها بس اغرب كتير ناس بقولك انا ما باكل سبانخ يعني انا بحسها واحدة من الطبخات الشتوية بامتياز سهلة سريعة بالزبط بالزبط يعني بكوني وصفة عن جد عن جد الها رونقة هيك انا بالنسبة لي مع اللمون والاشياء لي؟ انا انا راضي انا راضي في وصفة بحياته طب يلا للغادي جماعة تعال لينا انا نڤرو ح liquidity لا عندي الجورير بساءه فيكان إنك لا يضروا لك طيدي باندي هنا الفراولة اللي كنت قارع عليها كل من القرآن مخبية والحمد لله إلا أهابارات م…? نقطعهم ونوزعهم فوق استبانخ مع الجرجير يا الله ما أحلاك يا أحلى وما أحلى متابعتك لإلنا من السودان شكرا كثير على الكلمات الحلوة بتقول الله يحرمنا منها الضحكة والأشياء الحلوة اللي بتعملوها والأفشات اللي بتعملوها بتغير جونة بالإضافة ل وصفاتكم الزاكية شكرا كثير لإلنا أهلا وسهلا فيك أحلام نوار الفيومي كمان وأبداعت أنا من عشاء المطبخ الإيطالي أسمى تمارا أنت بتشهي وأنت بتجنني والشف خميس مميز جدا كثير طبخاته زاكيين شكرا أهلا وسهلا أهلا وسهلا بالجميع ليه اخترت الفراولة بدي إشي حلو كنت وفي حموضة حلو عشان هيك فقط خلص خلصت هلأ خلص عارف مين دي أعلق علي ولي خلص تقطيع عارف انت طبعا بارف طبعا سالم نورين تمارا بتشوف خميس أنا بحب السبانخ بعملها تبولة سبانخ حبيتها أكتر من تبولة البقدونس شكرا أمي السلسيل شكرا شكرا ما عندها من المزرعة كمان طبعا كل شيء من المزرعة كل شيء أنا بجيبه أوه ما شاء الله لونهم أحلى وما أسكاهم كمان أنا شوف بحب الجرجير والسبانخ مع الفراولة بشكل عام خلص مرح نقطع بعد هيك أوكي هلأ بحط الجات هون هلأ بدك تعمل السوس نكمل باقي المكونات حط الشيري توميتو نغطي عماز عشان غاز بلش يحمق يحمق ثواني بس تمام أنا بدأ أرجع أذكر كل يلي عم بيتابعونا يعملوا شير بالذات الأشخاص نحن من عشاء المطبخ الإيطالي لأنه بتقدروا تعملوا سبسكرايب طبعا لقناتنا على اليوتيوب هلأ بتطلق لكم إياها مصعب بأسفل الشاشة طبعا هون بتقدروا تتابعوا أي برنامج بيغيب عنكم به صحتين وهنا وبالإضافة للبرامج الثاني على عمان تيفي وصفاتنا بتلاقيها هناك وما تنسوا بإنه إذا بتشيروا الحلقة بشكل يومي بتقدروا تحضروا الحلقة اللي بتغيب عنكم طيب أنا هلأ بدي أسوي لدرسينك طيب أزحكي لكم شغلي على فكرة مطبخ الإيطالي مش كتير بعيدا عن مطبخ العربي حسيت المكونات بتشتغل بعض لا لا من أول أنا بحكي هذا الحكي مش هم مش كتير بعض عننا وبس يعني هي ثقافي هي بتصفي الشغلية هم باستخدم زيت زيتون كتير صح البندورة والخضرة عندهم أشياء أساسية زينا أنا بفاجئة كل مطبخ اللي مش كتير بحبه مع أني كبلد بحبها كتير يعني وعشت فيها فترة اليونان بعرفش طبيعة أكلهم أشياء يعني ما بعمل شو بيعملوا هلا اليونان اليونان مش لأ مش بتعرف شو بعملهم هم بشتهروا بشتهروا بأشياء معينة هلا عندهم الفطيرة مثلا لما بكون هناك مثلا مطلب فطيرة فطرت الجبنة بتكون مثلا يا سبانخ يا خضار يا إشي بس صراحة ما بكون فاهم شو هي يعني تاكل إشي بس ما بتكون كتير فاهم له الشغور ما اليونانية كيف أنت وياها لا صراحة ما أنا مش كتير مع اللحوم أو الجاج يعني زي بتركيا مثلا بس في فطيرة بقدموها باليونان رهيبة صراحة بس نتعلم شو هي هلا على فكرة مش بس هم هم اليونان تركيا كل هاي الدول عندهم فطائر كتير أرمينيا أرمينيا صح طبعا ليفون هون ملك الأكل الألماني طيب عنا هون زيت الزيتون معصير اللمون وخلي البلد سمك وحطت له ملح وفلفل أسود فلفل أسود في السلطات اشي كتير أساسي بنسبيلي هلا منوزع الدرسينج على وجه لاحظوا أنه أنا حطيت الدرسينج قبل من حط الجبنة أنا بدي الجبنة تضل بالفلفل تاعتها ما بديها تتغير ما بديها تتشرب البلسمك ويتغير طعمها تمام تمام حتى الجوز ما حطيته هلا راح أحطه بالآخر عشان الجوز ما بديها يرطب ويشرب من الزيت والبلسم بالضبط أحسنتي تمام شو أخبار البرمجانة؟ بتغلي هلأ منحط الجوز تمام في هذا الشكل ودائماً بقول عن الأكل اللازم يكون لابق مع بعض يعني بنعمل إشي إيطالي من ضل بالتست الإيطالي ما باخدكم بجيبكم مثلاً سوينا برمجانة بروح عملكم إشي بالكاري بيكون الأكل والسفرة ما بتكون أبداً مناسبة تمام إلا زا كان في عندي عزومة كبيرة وعاملة أكتر من طبخة بقولكم اعملوا هي ما في مشكلة هلأ منجيب جبنة الفيتا طبعاً أنا مستخدم جبنة فيتا هون هلأ بقول لي هذة فيتا مش إيطالية بس أنا بعرف بس الجبنة الفيتا كتير أرخص بتلبق تستها ولابق كتير مع السلطة وتستها في ملح فيعني رح يزبط لي الطعمات الموجودة خاصة لأنه في فراولة أوكي هلأ معناته إحنا هناخد الوصف الأخيرة قبل ما نطلع بالفاصل ناخدها بعد الفاصل تمام معناته إحنا هيك صارت وصفتنا بالسلطة الجهزة 100% هتطلع بآخر فاصل معنا لليوم ومنرجع لكم موسيقى 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 طبعاً رجعنا لكم مباشرة على الهواء مرة تانية بآخر جزء من حلقتنا ورح نشوف هالوصف اللي إلنا ساعة نتدرب عليها نتدرب إيشاني كاتشو بيبة كاتشو بيبة بيبة خلاص شفتو الكاتشو بيبة منيح مع الألف ده أنا بيبة حكيت اللي يرفعها إين هي رفعتها يلا ناخد الوصفة الكاتشو بيبة رح تحتاجه لتنين باكات من الماكرولة لسباكتتي لنص كوب من جبلة البرمزان بالإضافة لملعقة كبيرة من فلفل أسود حب ربع كوب زيت الكرم ملح حسب الرغبة طيب رجعونا هلأ للوصفة وهي أريدي أنت سلقت لنا الباستا سلقتها صح بس أنا حاسي أني أشي كتير سهل هي مش شايفة فيها إشي مؤقت ولا إشي فيها واحد من الباستات اللي الناس اللي ما بتحب الصوس التقيل بتحبش البندورة بتعملها حرقة بتوكلش الكريمة عشان الكريمة التقيلة كل هاي الأشياء يعني للرجيم أنا شايفتها بتزبط طيب هلأ أنت عم بتصفي بدي أصفيها بس ولازم بالسباكتتي تنعمل ولا ممكن بأي نوع ما ترونها لا لا بالسباكتتي بتكون أطيب أوكي بس بدي أسحط السباكتتي هون أوكي ونحكي عنها شوي تمام هي باسة كتير مميزة بجبنة البوكورينو أنا الحقيقة ما لقيت جبنة بوكورينو لا ما بنستخدم لها جبنة برمزان نستخدم لها جبنة البوكورينو نوع من أنواع الجبنة كمان الهارد أو القاسي زي البرمزان بالضبط تستو شوي مختلف فلازم نستخدم جبنة البوكورينو طيب فيها صوس ما فيها صوس تعتمد على الفلفل أسود المطحون يعني يكون حبه إحنا نطحنه زي ما إحنا عملنا هون خشن يعني خشن مدقوق تكون دقتو خشنة واضحة ونشوفها جوه الباسة يعني إحنا مش رشة بدنا نحط لا هي الباسة معادلتها إنه زيت زتون هاي النوعية زيت زتون والفلفل الأسود المدوء مزبوط والملح حلو مع جبنة البوكورينو لو عنا جبنة بوكورينو أول شي بنعمله ما بنطبق على النار نحط بولة حط فيها زيت الزتون أوكي بعدين نحط ملح وفلفل أسود زيت زتون شوفتهم بتأخذ كمية منيحة اللي راح يقولها بإيطاليا راح يحس إنه فيها نوع من أنواع الكريمية بتحسوها كريمية أكتر من اللي إحنا بنعملها هاي هذا الإشي معتمد على نوع الجبنة المستخدم تمام هلأ بنحط الفلفل أسود المدوء أوكي عم بنقي شوي لناعم أكتر أوكي بنحط بقية الكمية تحت هون ونحط ملح ما بفهمشو قصدك بالسؤال ميسر الشف المعكرون اللي استخدمتها إيطالية عشان إيطالية ما هي يعني آه لا هي من هون من البلد إذا أصدق جيبها معي من طالية لا مش من طالية من هون بعدين من نجيب الباستا المسلوقة نبلش نحطها فوق إخلاص أهلا وسهلا فيكي ما شفت السؤال أنا هلأ شفت مسج منك أصلا فبعتي لي إيش هو السؤال مرة تانية من فضلك لأنه زي ما قلت لكم أحيانا الكمبيوتر على الكومنس يعني طلع بشكل سريع فما بلحق أشوف كل شيء تمارا ليش ما دقتي اللي بالبتنجان بقى رح قانحرق إذا طلق لأدوتها حلق ما رح يدر داشيك عليها والله أنا عم تغلي لا وتحمرت دي أطلعها خلاص طلعت مين اللي سأل؟ مين اللي سأل؟ لنقول له شكراً ذكرتنا شكراً؟ هاي والله حتى مش بس بتخلصوا تصويرها لبعد بكرة قدرنا كلها كتير سخنة سخنة مظبوط للحقيقة طيب نرجع لوصفتنا اللي هلأ حط كمان شوية ماكرونة ونسحب هدول ونحطهم هورا طبعا هون الوصفي هاي رح تاخد منها كمية جبنة كويسة تحركهم أوكي تحرك كبزة الزتون اللي تحت مع الملح والفلف الأسود ونبلش نزلهم الجبنة أوكي أوكي طبعا هاي أنا باب أعرف يعني أنت أكيد عدل على كلامي بلقيها دائما ممكن يحطوها جنب مثلا أشياء قدمة ستيك ممكن ممكن ولكن هي طبق يعني طبق لحاله بس أنتوا أكيد بتقدروا أنت أصدق عصايت جوه صحن صراح؟ اه ممكن طبعا أي نوع باس تبدو تحطوها جوه كتير حطت على المينيو يعني أم وعفكرة هذه واحدة من الأطباق اللي كانت موجودة عندي على المينيو حبيت أنا حبيت كتير هاي الوصفة يعني بكل سهول اللي واحد بقدر أطبقها والناس اللي ما بدون يطبخوا بس أسلقوا الماكرونة وبالبولة بتقدر تخلطوا كل المكونات زي ما أنتم شايفين أوكي هيك بتكون صارت هي تعتبر جاهزة جاهزة ما بدها ورقش والله ما أحلاع حطها فرش كمان بتحسوها بالزبط بس الأطباق تنطبخ على النار معتوم وكمية الزيت تكون منيحة والتوم منيحة حسنا بنزلها هون ما بيجي فيها ولا نوع عشبة كمان البستات التانية بيجي فيها الألق والوش فيها يعني أنتم ما تمدين عليها الجبنة الجبنة بزيت الزيتون مع الفلفل أسود حلو بعدين منجيب الجبنة منرش كمان شو على الوجه وهيك هاي الكاتشوب ببي صارت جاهزة واحدة من البستاتي اللي كتير طيبة تفضلي أخذها ولا لسه حاولت أساعدك رامي حاولت أساعدك حاولت ها لأ وبيحرد فوق هذا بحرد وبيروح مش عالفي مين مفروض في هذا اللي يحرد ما هو اسمعه إذا أنا ما عملتش هذا الرياكشين بيتبلشه تلموني فأنا إيش ببلش أحكي؟ حربت يا الله خربوا لي اللخطة خيالله إرجعت فضل لذكرنا شو أحكي إحنا اليوم عملنا ثلاث وصفات عملنا البرمجانة والبرمجانة هي نوع خلينا نقول لذانيا الخضار خلينا نسميها كل الناس اللي يحبوا يأكلوا طبق يكون هيك فيه طبقات ومن دون لحمة من دون جاج بتأكلوا في كثير قليلة صح جبن البرمجان غالية بس تستها كثير طيب فهي معمولة مع البندورة وجبنة البرمجان ومطبوخ الصوس كان بيتوم وبصل مع الرحان وعملنا كمان الكاتشوب هي نوع من أنواع الباستات المشهورة كثير وهو طبق إيطالي من روما هو مصدر الروما مش أي مكان تاني بتميز أنه ما فيه صوس أبدا هو معتمد على زيت الزيتون مع الفلفل أسود المدء والحب وجبنة البوكورينو تشيز وملح وملح هيك بتكون باستتنا صارت جاهزة وعملنا كمان سلطة السبانخ السبانخ شوي كانت مميزة لأنه فيها كثير طعمات يعني فيها إشي حلو زي الفراولة فيها حموضة وحلاوة مع بعض البندورة نفس الموضوع استخدمنا جبنة الفيتا اليوم ليس إيطالية بس حطيناها عشان تجنس الطعمات ستكون لابقة كثير طبعا حطينا السبانخ وحكينا أن السبانخ لازم تكون ورقته ورقة نعمة مش ورقة طبخ السبانخ الكبير وحطينا معهم الجرجير والدريسينج كان بلسمك مع زيت الزيتون وعصير لمون ومليح وفلفل أسود وصفاتنا هم صاروا جاهزين اليوم أصدنا أن نعمل أكل إيطالي صح يعني أكيد أنك أنت لا أعمل أكل إيطالي لا أنا صراحة بزعل أنا أصلا من محبين المطبخ الإيطالي بحبه كثير وللصراحة كل الوصفات التي عملتها زي ما خبرناكم حتى أنت كنت على الفرمزان سعرها عالي يعني اليوم اللازاني نعمل نسبة وتناسب بين اللحم المفهومة وغيره لا الوصفات رائعة جداً وسهلة وسريعة وستوب حلو يعني اليوم إذا جايكي الضيوف بشكل سريع حابة تعملهم أشياء جديدة وغريبة شوي برضو وللأشخاص اللي زي فانتا يا حرام اللي ما مش متخربشوا إسماعي على فكرة أنا ظلمها والله بارب إسماعي كل حلقتها جاجه لحمي حبيبتي فانتا I love you بس كنت أتمنى أنك تقولي أنت اليوم بالحلقة كل ياتوا بيجيتاريا يعني إليك صراحة من أنتا بس يعني إيشنا نعمل يعني أنا عارف أنه خلص خلص حلقتي معها يوم الأحد شوف شو دي سوي يوم الأحد ما بنته جاهزي حالي هيك يا طبعاً بتكون وصفاتنا خلصت لليوم وأكيد لكل اللي تابعونا من بداية الحلقة ولكل اللي كمان تابعونا من نص الحلقة شكراً كثير لإلكم ولدعمكم طبعاً لقاءنا بتجدد بكرة الساعة واحدة ونص خليكم دائماً بتتابعوا عمان تيدي باي باي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة